ما فادته تربية موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام فانطلق هذا الخبيث لكي يخرج ثائراً سياسياً عينه على الملك وأحرق الدور وأفسد في البلاد والعباد وكان من جملة الذين أساء لأخيهم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام تحدثنا الروايات ومنها هذه الرواية التي رواها بن شهر آشوب عليه الرحمة في مناقبه في المجلد الثالث الصفحة 471 أنه دخل زيد بن موسى بن جعفر عليهما السلام على المأمون فأكرمه المأمون للعلم اصطاد هذا ألقى القبض عليه فأرسلوه إلى مارو وهناك المأمون من تقم منهم بل أكرمه وعفى عنه يقول فدخل على المأمون فأكرمه وعنده الرضا عليه السلام التفت هنا فسلم زيد عليه فلم يجبه إمام معصوم سلم عليه لم يجب السلام مثل ما فعلت الزهراء صلوات الله عليها إذ دخل عليها أبو بكر وعمر عليهما لعائن الله وسلما عليهما فماذا تقول الروايات لم ترد عليهم السلام هذا الموقف لعله أصعب لأنه هذا أخوه ومع ذلك الإمام عليه السلام ما رد عليه السلام فقال أنا ابن أبيك ولا ترد علي سلامي فقال عليه السلام أنت أخي ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا إخاء بيني وبينك الله أكبر هنا تظهر لك مبدئية وصرامة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أنه لا أنساب ولا قرابة إلا في الحق في الطاعة لله أما إذا كان سيد وعالم هذا ترد هم كان عالم بالمناسبة يعني عويلم خلي نسمي ابن معصم مباشرة لا بواسطة ولكنه كان غير مطيع لله كان عاصيا لله أيكرم هنا يحترم يجل كلا هذا منحرف حتى رد السلام لا ترد عليه قال أنا ابن أبيك لا ترد علي سلامي قال أنت أخي ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا إخاء بيني وبينك باتر تلتقي مع فرد واحد من ذول المعممين المنحرفين الذين بعضهم سادة يسلم عليك لا ترد عليه السلام يقول لك هذه أخلاق الإسلام ما ترد السلام إحنا مو أخوة في الدين قل لأنت أخي ما أطعت الله فإذا عصيت الله شنو فلا إخاء أبيني وبينك تب إلى الله أولا مما تصنع من انحرافاتك من إضلالك للمؤمنين بعدين تعال سلم نرد عليك السلام خلي يكون عندك موقف صرامة هكذا كان الإمام الرضا عليه السلام شوف شلون تعامل مع أخيه هذا زيد النار لعنه الله اللي بالمناسبة أشوف المصائب اللي احنا نعاني منها الآن أنه هذا مسوي لمرقد قبة حرام طويل مشهد عظيم كبير طويل عريض وين بالديوانية تقريبا هم سوي له والناس تروح تزوره وتنذر له وتتبرك وتقبل ضريحة هذا منه هذا هذا الذي الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يكلمه إلى آخر يوم من حياته ملعون مغضوب عليه مذموم الإمام الرضا ما قبل حتى رد السلام عليه أنت تروح تسوي له حرام وقبة وإلى آخره هذا منكر لا بد من النهي عنه هذا المبني على قبر هذا الخبيث لا بد أن يزال لأنه ليس رمزا صالحا يصح أن يتعلق به المجتمع بل هو رمز فاسد مغضوب عليه من أئمة أهل البيت عليه السلام وإن كان أخا لهم أو من أبنائهم هذه الأمور لا بد من الالتفاة إليها أيها الإخوة حتى لا يختلط الحق بالباطل ويختلط الحابل بالنابل ترجمة نانسي قنقر